لم تمنع تهديدات حركة طالبان الأفغان من التوجه إلى صنادق الاقتراع في انتخابات رئاسية هي ثالثة من نوعها منذ الإطاحة بحركة طالبان من السلطة عام 2001 لاختيار ثاني رئيس للبلاد بعد انتهاء فترة حكم حامد كارازاي الأخير حث الشعب الأفغاني على المشاركة بقوة في الانتخابات إنني أحث الأفغانيين مرة أخرى على الخروج والتصويت لصالح مرشحهم المفضل على الرغم من البرد والمطر وتهديدات الأعداء أطلب منكم أن تخرجوا لاختيار مرشحكم الرئاسي من أجل نجاح أفغانستان صنادق الاقتراع أغلقت وتبقى عملية الفرز التي ستسفر عن اسم الفائز من بين ثمانية مرشحين قادوا حملة انتخابية شهدت أعمال عنف في مناطق متفرقة آمل أن يكون الأفغان قد أدلوا بأصواتهم واختاروا مرشحهم المفضل في أوضاع سلمية إن حدث اليوم يمكن أن يكون بداية لعملية ديمقراطية في تاريخ أفغانستان وخطوة إلى الأمام نحو مستقبل أفضل لهذا البلد وإلى جانب التحدي الأمني واجهت عملية الاقتراع تحديات أخرى تمثلت في اتهامات بالتزوير بعد اضطرار بعثات عديدة من المراقبين الأجانب إلى مغادرة البلاد بسبب الوضع الأمني المتردي وبصرف النظر عن من سيكون الرئيس المقبل فإن المهمة لن تكون سهل أمامه بالنظر إلى التركة الثقيلة لكارازاي فحركة طالبان لا تزال القضية الأولى في البلاد وهي لن تتوانى عن تنفيذ تهديداتها رغم الحديث عن دخول بعض رموزها في مفاوضات مع الرئيس المنتهي ولايته أضف إلى ذلك الخلافات مع واشنطن بشأن الاتفاقية الأمنية التي ستحكم شكل التعاون بين كابل وواشنطن بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول نهاية العام وملفات أخرى لا تقل أهمية كتحسين ظروف المعيشة والتعليم والصحة وخلق فرص العمل لكنها تبقى قضايا مرتبطة بالوضع الأمني ومدى نجاح الرئيس الجديد في فك لغز حركة طالبان والملف الأمني المحقد